دياني مساء الخير بدأ لبنان بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5 مليار دولار هالقرض هو جزء من خطة لمعالجة أزمة لبنان الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتقريبا إفلاس القطاع المصرفي والدولي وكلمال صندوق النقد يساعد لبنان لبنان لازم يبلش يساعد حاله يعمل إصلاحات يغير شوي بهيكليات وهذا بيطلب وجود دولة وسلطة تنفيذية فاعلة ويبدو للصراحة أن هالسلطة التنفيذية قررت تقبض حالة جد عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء الواقع في 13 أيار 2020 في القصر الجمهوري لمتابعة موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركات وفقا للقوانين المرعية الإجراء وبزل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد وأقفال جميع المعابر غير الشرعية وأخيرا تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمرقية حكي كبير أجهزة أمنية وعسكرية ومرائبة ومكافحة وعقوبات وطبعا هيك موضوع كل القوى السياسية رح ترحب فيه ورح تشجع عليه ورح تعطيه معنويات ودفع إنه آخر شي هاي دي حدود بلدك لا الجيش اللبناني إذا انتشعوا على كل الحدود اللبنانية السواوية بالعديد والتجهيزات اللي معه ما بيقدروا يمنع التهريب وهي دا الجيش تبعكم اللي مبسوطين فيه حقه فرانج ما نروق كلمة طيبة كلمة حلوة إنه يعطيكم العافية إن شاء الله بتتوفقوا إنه أنت منك قابد الجيش بيقدر يمسك لحدود بس الجيش واللبنانيين بدون يقبضوك إنه قادر تزيل إسرائيل وتسقط أمريكا وتلعب بالإمبراطوريات وترسم خرايط وتغير معادلات ماشيني يا رجل بس أبو الصوس يمكن معه حق الجيش اللبناني لوحده ما بيقدر بده مساندة من جهة قوية متمكنة متطورة عندها سلاح وتكنولوجيا وشرعية مثل مثلا الأمم المتحدة أما الدعوات إلى أنه والله الدولة اللبنانية إذا ما بتقدر تعالج هذا الموضوع فخل تجي الأمم المتحدة حبيبي أيا أمم المتحدة أيا أمم المتحدة أنه والله أنتم خمين أنه الأمم المتحدة هي الحامية لحدود مع لبنان الحديث من الآن عن قوات أمم المتحدة على الحدود اللبنانية السورية خليني يكون صريح جدا معاكم هذا حديث عن تحقيق أحد أهداف حرب تموز والذي فشل هذا الحرب هذه الحرب في تحقيقه حبيبي حبيبي أي أمم المتحدة نحن لما قبلنا بالأمم المتحدة وبتعزيز اليونفيل وبإرسال الجيش إلى الجنوب كنا أكلين قتل لمفرقين شتل أي أمم المتحدة هذا واحد من شروط حرب تموز بس كمان من شروط حرب تموز إرسال الجيش إلى الجنوب اللي كان حزب الله بيعتبره مؤامرة وكان معارضه وكان يقول لا نريد الجيش اللبناني أن يكون حرسا لحدود إسرائيل ومن شروط حرب تموز تعزيز اليونفيل اللي كمان حزب الله كان يعتبره مؤامرة طيب وهو اللي قبلت فيهم ليه ليه اليوم لأ أمم هذه المرة إيه أبو الصوص اليوم لأن في حلول تانية متوفرة في جهات تانية قوية متمكنة متطورة عند سلاح وتكنولوجيا وشرعية بتقدر تساعدنا وتوقف حدنا لأنطبط لحدود في حل لها المرة في حل في حدتاني لما بدي يصير في منع تهريب بدي يصير في تعاون بين الدولتين بين الجيشين هذا الأمر طريقه الوحيد أيضا هو التعاون الثنائي بين حكومتين وجيشين وأمنين بين لبنان وسويريا الجيش اللبناني كله وبكل إمكاناته ما بيقدر يضبط لحدود بس الجيش السوري بيساعده الجيش السوري اللي مضل ميليشيا بالعالم ما إيجي تساعده فاطميون زينبيون حسينيون مهديون باكستانيون أفغانيون مش معروف شو أنا أتبين منون هيدا الجيش اللي مضل حدا بالعالم ما ساعده هو بده يساعد لبنان يعني قدي رأيك بالجيش اللبناني ما فهمت قدي ميح تقروا لهالجيش بس الدولة السورية بصوص مش بس عسكر عسكر واقتصاد لبنان بحاجة إلى ترتيب العلاقات مع السوري إذا كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق أبواب العالم للحصول على المساعدات كيف تذهب إلى صندوق النقد الدولي كيف وكيف وكيف طيب ما فيه طريق واضح عقلائي سوريا اليوم هي حاجة لبنانية حاجة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى معلوم يا رجل أما تقلي نرتب علاقاتنا مع العالم العربي والغربي والسياحة واستثمارات ونهضة عقارية لا يا حبيبي وخدمات لا 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 اللي عنده سوريا الأسد بيسأل عن عالم عربي ودول غربية وقروض وبنك دولة وسندوقنا لا حبيبي لا سوريا حاجة اقتصادية بعدين سوريا اقتصاد متطور تهريب مزود تهريب طحين تهريب مخدرات تلفونات سلاح موز أعضاء بشرية شو ما بدك شو بد لبنان غيرك بعدين لبنان لازم يتعامل مع منتصرين اه اه انتصرين والله العظيم انتصرين اليوم نستطيع ان نقول ان سوريا انتصرت في هذه الحرب انتصرت سوريا في الحرب اسرائيل في سوريا قلقة اسرائيل في سوريا خائفة اسرائيل في سوريا موعوبة من المستقبل هذا هو التوصيف الحقيقي نعم نعم الدولة السورية انتصرت وقت اللي وقت اللي ما كان حدا منتبه ملهيين كلكم بالكورونا والاقتصاد وقعدين على نتفليكس كل النهار اه اه سوريا انتصرت والدليل الدليل هو الدليل شوف شوف سمع وصائط الدفاع السورية تصدت لهجوم صاروخي اسرائيلي هذا هو الهجوم الاخير على كل حال على مركز ابحاث وقاعدة عسكرية في ريف حلب الشرقي هو خامس هجوم على الاراضي السورية خلال اسبوعين الدليل على الانتصار السوري هو الغارات الاسرائيلية المتكررة بسوريا فلاحة هايدي الغارات هي غارات اهر وتعبير عن خوف وعن الزعر مرعوبين ابو الصوس مرعوبين الاسرائيلية ميتين رعبة يعني ما بعرف اذا هاكوا هن مرعوبين لما يبطلوا مرعوبين شو بيعملوا الى اللقاء اشتركوا في القناة